اشتركوا في القناة وَأَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنْ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِ الحجاب هو جمال وجلال الحجاب ليس ثقافة عربية أو ثقافة شرقية الحجاب فريضة سماوية كفريضة الصلاة والصوم والحج الحجاب نطق به القرآن الكريم كما قرأنا الآيات المباركات لكن الحجاب لم يفرض على المرأة لتقييد حريتها ولم يفرض على المرأة لحجب جمالها وحسنها وإنما الحجاب فرض لكي يشكل رمزا لمبدأين وقيمتين من القيم الأخلاقية العظيمة الأولى أن الحجاب رمز لصيانة الجمال جمال المرأة لكي يصبح جمالا عزيزا يحتاج إلى صيانة الجمال المبذول لكل أحد الجمال الذي يمتهنه الرجل المريض الجمال الذي يعتبره الرجل المريض سلعة رخيصة يصل إليها متى أراد هذا الجمال لا يحمل في طياته العزة والكرامة أما الجمال الذي يصان من قبل الشريعة الجمال الذي تقوم المرأة بصيانته ووضع حدود له ذلك الجمال يشعر الرجل أنه جمال فيه عزة جمال فيه كرامة جمال يحمل جلالا جمال يحمل كبرا وعظمة الحجاب رمز للجمال المصون للجمال الذي ملؤه العزة والكرامة وليس سلعة رخيصة يبتذلها الرجل المريض الهدف الثاني أن الحجاب ليس تقييدا لحرية المرأة بل هو تقييد لحرية الرجل وبالعكس هو يفرض على الرجل حدودا في علاقته مع المرأة أن المرأة هي رمز للعفاف ورمز للطهارة ورمز للنقاء ليس الرجل حرا أن يمتهنها ويصل إليها متى ما أراد بل هناك حدود لحرية الرجل أن لا علاقة له مع هذه المرأة إلا من خلال الطرق المشروعة لا أن المرأة مبتذلة بين يديه فهو رمز لتقييد حرية الرجل ورمز لتنظيم العلاقات أن العلاقات بين الذكر والأنثى علاقات منظمة من خلال طرق مشروعة لا أن الحجاب تقييد لحرية المرأة ولأجل ذلك لأن الحجاب رمز للعفاف وللجمال المصون وللجلال والعزة وللنظام في علاقة الرجل مع المرأة لذلك على المرأة المحجبة أن تعيش مبادئ الحجاب شكلا وسلوكا الحجاب ليس مجرد شكل بل شكل وسلوك لذلك على المرأة أن تلتزم بالحجاب شكلا وأن تلتزم به سلوكا فلا تجعل نفسها من خلال وظيفة أو من خلال سوق أو من خلال أي موقع أن تكون سلعة رخيصة مبتذلة للرجل المريض بل أن تعيش العزة والكرامة والحجاب شكلا ومضمونا وسلوكا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة